لا نعرف ربما هي المرة الأولى التي يعتذر فيها الرئيس الأمريكي المعروف بنرجسيته خاصة من ظهوره مرشحا رئاسيا حتى رئيسا لأكثر من عام في مقابلة مع قناة اي تي في بريطانية جراها الصحفي بيرس مورغان مع شرامب في دافو السويسرية علن الرجل أنه سيعتذر إذا رغب البريطانيون بذلك لنستمع لما قال إذا كنت تقول إنهم أشخاص رهيبون وعنصريون فساعتذروا بالتأكيد إذا رغبتم في ذلك فأنا لا أعرف شيئا عنهم اليوم باستثناء القليل الذي قرأته قرار اعتذار ترامب والذي يبدو قرارا يخلو من قناعة جازمة أخذ منه نحو شهرين منذ إعادته تغريدات لجماعة بريطانية يمينية متطرفة في المقابلة التي ستبث كاملة لحد المقبل برر ترامب تصرفه بأنه جاء في سياق توجهه المعادي لإرهاب الإسلام الراديكالي حسب قوله بل كرر جهله الطابع العنصري لتلك الجماعة لم أكن أعرف شيئا عنهم وأنا لم أخرج عن طاقي إعادة التغريد ولقد أثار ذلك ضجة كبيرة لديكم وهي مسألة كبيرة للبريطانيين ولم تكن كذلك للولايات المتحدة قد يبدو أن الرجل يعترف هنا بوجود تباين ما في الرؤى بين البلدين إذا ما عرف بالملف العنصري لديهما لكن بالتأكيد لن تجد إلا توافقا بين جماعة عنصرية عاد تغريداتها تنادي ببريطانيا أولا ورجل ما زال مؤمنا كذلك بأمريكا أولا عادة تغريد التسجيلات التي نشرتها نائبة رئيس الحزب اليمين القوم البريطاني أثارت حينها استياءا في المملكة المتحدة في ردهات السياسة وحتى الشارع نفسها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا مينددت بالخطأ الذي ارتكبه ترامب حسب تعبيري حانذاك أعلنت ترامب إثر ذلك إلغاء زيارته إلى لندن بما وثير التساؤلات إزاء علاقات واشنطن بأكبر حليف لها في أوروبا إذا كان مقررا أن يفتتح سفارة بلاده الجديدة ترامب حينها برر عدم الزيارة بأنه لا يريد دعم صفقة سيئة لسلفه باراك أوباما لبيع السفارة القديمة مقابل فتات حسب قوله وبالأمس سعى الجانبان في دافوس إلى طي صفحة الخلاف فيما باتت الزيارة لبريطانيا أمرا حتميا وإن لم يحدد موعدها بعد مفارقة عجيبة دافوس الباردة ومشاريع المال والتجارة تمنح الدفء العلاقات المتوترة ومن الواضح أن البلدين لا يحدان عن حلف يجمعهما وإن عصفت به رياح خلافات العنصرية والكرهية ترجمة نانسي قنقر